الثقافية ترحب بكم من دار الديخة بالجزائر العاصمة نستهلها بالتأكيد على حب الوطن وأثره في شتى نواحي الإبداع وطن تغنى به الكثيرون عبر الزمن ثمرثي وطني كلمتاني بلغتين لمعنى واحد هو الجزائر كلمتاني اختارهم ابن مدينة بجاية الفنان رابحيون لتكون عنوانا لإبداعه الفني رفقة الفنان رفيق وليعبرا بالعربية والأمازيغية عن حب الوطن والإخلاص له وليذكر بتاريخ الجزائر المجيد بأبطالها وأعلامها ونوابغها يقول هواري عزوز بصوت عذب ودافئ نابع عن حب الوطن وتلاحم أبنائه يؤدي رقعته الفنية ثمرثي وطني الجزائر يقول يا صغيرة يعني كيل ذأن ازوره نولد نظره نخدمة رذهب رسول ثمرثي ونظره احكgesture مثل لـ推ynn من دينين والأسدر أن تجرح الفني رسول الغتو ونظر نظر psychological يغشل ل怎樣 عن قيم الثورة وأمجاد الأمة وعن كل ما يسكن ثنايا الفؤاد من رموز الهوية والتريف والحضارة رسائل فني هادفة يؤديها الفنان الجزائري ربحيون في أداء غنائي باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية موسيقى بفخر واعتزاز وعن رمز من رموز سيادة الوطنية يروي ألحانا عن تلاحم وطن حلق مجده في الأعالي راية وطنية ترفرف عاليا في مختلف المحافل الدولية موسيقى موسيقى ثامورثيو درتها على بلادي ماتوا عليها بزاف شو هذا الساحوا عليها الدم بزاف جدودنا وجد جدودنا داروا ثورة وإحنا جزائريين وبلجين نغنيوا على البلاد هذا وواجب خرج تماما الدم للقلب زليتايا أضرات بزاف ومزروي شنغد فين ساعة لزير مرة مصحرا أمام الشرق أمام الجنوب هو دكي يزيد لنا ثمن ذلك يثيروا السحل العلامة للزير وبمشاعر وطنية فيياضة عكس لفخر الانتماء إلى هذه الأرض الطاهرة التي حررها شهداؤنا الأبرار ومجاهدون الأخيار لننعم اليوم في جزائر الحرية والديمقراطية جزائر الوفاء والازدهار الحضيرة التقافية للتاصل ناجير هي أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق في العالم تتميز بمواقع طبيعية وسياحية هامة هذه الحضيرة صنفت من بين أحسن الوجهات السياحية لما تتوفر عليه من رسومات ونقوش صخرية تبرز التاريخ العريق للمنطقة وتزامنا مع تعميم الرقمنة بمختلف القطاعات تعمل الحضيرة الثقافية للتاصل ناجير على الرفع الأثري للنقوش الصخرية والتصوير الفوتوغرافي بهدف إنشاء مكتبة رقمية جديدة تضم كل أنواع الرسوم والنقوش الصخرية للمحافظة عليها من الضياع يقول براهيم بالخير اشتركوا في القناة 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 عن قطب واعد لقطع السياحة صناعة التقليدية بكل أشكالها وأنواعها إرث متجدر يرسخ لهوية شعب أصيل وذاكرة للأجيال الصاعدة هذا ختام عددنا والثقافية تضرب لكم موعداً الأسبوع القادم مع محطات أخرى من ثقافتنا في أمان الله اشتركوا في القناة